موسيقى موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من كشك الصحافة والذي نتناول فيه أبرز ما جاء في الصحافة اليمنية والعربية من تطورات سياسية وعسكرية تشهدها اليمن بداية الجولة من الصحافة اليمنية تحديدا من موقع نيوز يمن نقرأ في عنوينه ائتلاف الإغاثة الإنسانية يوقع عقدا لإجراء خمسين عملية لجرح تعز ونبقى في تعز عملية ناجحة للجنة الأمنية تستعد منهبات تقدر ثمنها بخمسة ملايين ريال إلى محافظة صنعاء قبيلة أرحب تسير قافلة غذائية كبيرة دعما لجبهة نهم من العنوين التي جاءت عن تفاصيل خبر رفض بحاح لقرارات الرئيس هادي جاء فيه رفض خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الحكومة المقال التغييرات التي أجراها الرئيس هادي بإعفائه من منصبه وبتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائبا لرئيس الجمهورية وتكليف أحمد بن دغر برئاسة الوزراء قال بحاح في بيان إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخليا صريحا عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية ومخالفة لأحكام الدستور أضاف هذه القرارات سوف توفر مبررا للانقلابيين للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدبير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة وأكد بحاح في بيان أن قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات على الأقل المبادرة الخليجية وأليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور نذهب إلى موقع يمن مونيتر نستعرض أهم ما ورد فيه من عنوين وأخبار اتلاف كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات في عدن أما في الشأن السياسي توافق روسي قطري على ضرورة تسوية الأزمة في اليمن وسوريا على الحدود اليمنية السعودية يقول الموقع مقتل سعوديين اثنين بقذائف أطلقها الحوثيون على جنوب المملكة وركز الموقع على تصريحات المتحدث باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري بشأن تصرفات إيران يقول الموقع قال المتحدث باسم التحالف العميد أحمد عسيري إن تصرفات إيران في اليمن تعكس تحديها للقرارات الدولية في إشارة إلى مصادرة سفينة للأسلحة مرسلة من إيران إلى الحوثيين في اليمن مؤكدا أن إيران تعد عامل عدم استقرار في المنطقة وتسعى إلى إطالة أمل النزاعات في دول عربية عبر دعم ميليشيا مرتبطة بها أضاف العسيري إيران تتحدى قرارات الأمم المتحدة وتتحدى إرادة المجتمع الدولي وتسعى لإطالة النزاع في اليمن مشيرا إلى أنها تخالف قرار مجلس الأمن 22-16 الذي يمنع إرسال أسلحة إلى الميليشيا اليمنية المتمردة وشدد العسيري على أن إرسال كميات كبيرة من الأسلحة إلى اليمن تؤكد رغبة إيران بإطالة أمد القتال وبمنع الفرقاء الذين سيلتقون في جولة جديدة من المباحثات بعد أيام من التوصل إلى حل سياسي مشيرا إلى وجود إجماع دولي على أن سلوك إيران في المنطقة لا يساعد على إحلال الأمن حول القرارات الجمهورية الأخيرة كان هذا عنوان مقال نشره موقع ياما المونيتر للكاتب أحمد عثمان وقال أحمد القرارات الجديدة التي أصدرها الرئيس عبدرب منصر هادي ليست عصن صحرية لكنها محاولة لتصحيح مسار قد لا يكون الأفراد مسؤولين عنه بقدر مسؤولية السياسات التي يتبعها معسكر مناهضي الانقلاب وهي تمثل علامة تجديد العزم على السمرار الحزم الذي يعمل على تطبيق القرار الدولي وإنهاء الانقلاب الانقلاب جريمة ضد الشعب والدولة أجهض عملية الحوار وذهب بعيدا نحو تدمير الدولة واختطاف الجيش وتخريب المدن وقتل اليمنيين وتشريدهم وتعريض اليمن ومستقبله للخراب وتهديد استقرار المنطقة هذه الجريمة لها أركان مكتملة ومجرمون متلبسون مع سبق الإصرار والترصد ولا بد من أن يدفع الفاعلون ثمن جريمتهم كمجرمين وهؤلاء معروفون الحوثي وعصابته وعلي صالح وشلته ولأن نهاية الحروب تسويات سياسية فشرط نجاح التسوية أن يخرج المجرمون من المستقبل وأن يزاح المخربون من الحل فتدوير المشكلة إلى حل أو جزء من الحل وتقديم المجرم كمنقذ ليست تسوية ولا حلا ولا سلما وإنما تخريب وتجدير للمشكلة ويعادة تدوير الحرب لدورات أشد وأنكى والمؤكد أن المؤتمر الشعبي ليس علي عبدالله صالح وعصابته وأن الحوثية إذا صح التعبير ليست عبد الملك الحوثي وزعماء حربه القرارات الأخيرة مؤشر على كسب السلام مع كل اليمنيين وإنهاء الانقلاب بالحوار والحرب والهدف واضح وهو إنهاء عناصر وزعماء هذا الانقلاب وهو قرار يحتاج إلى خطة سياسية وأعتقد أنها واضحة عند قيادة معسكر مناهضي الانقلاب نتحاول إلى موقع مصدى أونلاين نطالع في صفحته الرئيسية غرط لمقاتلات التحالف تستادف مواقع للحوثيين في مدينة الحديدة الساحلية عنوان آخر للموقع متحدث الحوثيين يقول وافقنا على التهدئة وصولا إلى الوقف الكلي للحرب في جميع الجبهات في موضوع آخر حملة اختطافات تقوم بها ميليشيا الحوثي للتربويين في محافظة إب وتناول الموقع تفاصيل إطلاق الميليشيا صاروخا باليستيا في اتجاه محافظة الجوف وجاء في الخبر قال مراسل مصدر أونلاين إن صاروخا باليستيا أطلقه المسلحون الحوثيون والقوات الموالية لصالح باتجاه مدينة الحزم في محافظة الجوف وأضاف المراسل إن الصاروخ بعيد المدى سقط في الصحراء دون أن يؤدي إلى أضرار بشرية أو مادية وتابع الموقع أيضا كثف مسلح الجماعة والقوات الموالية لصالح من العمليات لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى وقبل يومين اعترضت منظومة الدفاع للتحالف صاروخا أطلقه الحوثيون نحو مأرب إلى موقع التغيير نت نتناول أبرز العنوين الرئيسية ياسين مكاوي يقول التعيينات الرئاسية الجديدة ستقوي موقف فريق التفاوض في الكويت نتحول إلى الشأن الاقتصادي محافظ البنك المركزي محمد بن همام يهدد الحوثيين بالاستقالة في عنوان آخر الرئيس هادي يلتقي سفراء دول مجلس التعاون الخالجي نذهب لقراءة تفاصيل تصريحات وزير الخارجي عبد الملك المخلافي بشأن تعديل الفريق المفاوض في الكويت وتعديل في الحكومة يقول الموقع كشف وزير الخارجي عبد الملك المخلافي عن تغيير في الفريق الحكومي المشارك في مشاورات الكويت المزمع عقدها منتصف إبريل الجاري وقال الوزير المخلافي إن التعديلات التي أجرها الرئيس في الحكومة تقتضي تعديلا محدودا يشمل الدكتور أحمد بن دغر الذي أصبح رئيسا للوزراء فيما سيبقى الرئيس وأعضاء الفريق كما هم وتوقع المخلافي أن تجري الحكومة تعديلات في بعض الحقائب في القريب العاجل مشيرا إلى أن فرص نجاح الحكومة بعد التعديلات ستكون أكثر قوة من موقع الصحوانت اخترنا أبرز ما جاء من تطورات على الساحة اليمنية مسؤول كويتي يقول نعمل على قدم وساق لإنجاح المشاورات اليمنية في عنوان آخر اقتحام ونهب دار القرآن في منطقة الأجلب بردمة إب في منقبل ميليشيا الحوثي وصالح وفي ذمار مقاومة أزال بالذمار تستهدف إدارة الأمن بمعبر الخاضعة لسيطرة الميليشيا نعود إلى الشأن السياسي نقرأ تفاصيل خبر تصريحة نائب وزير الخارجي الروسي قال نائب وزير الخارجي الروسي ميخايل بوغدانوف إن موسكو تعاول على نجاح المفاوضات بين طرفي النزاع في اليمن المقرر إجراؤها في الكويت يوم الثامن عشر من إبريل الجاري وتابع بوغدانوف للصحفيين عقب مشاورات أجراها في الكويت مع ممثلين عن القيادة الكويتية قال إننا نأمل في ذلك وهناك فرص واقعية لإنجاح هذه المفاوضات تابع الموقع في التفاصيل واعتبر الدبلوماسي الروسي أن اختيار الكويت لاستضافة جولة الجديدة من الحوار اليمني اليمني يدل على الثقة التي يوليها الشعب اليمني لهذه الدولة نختم جولة الصحفة اليمنية من موقع الموقع جاء فيه رئيس جامعة صنعاء المكلف من قبل الحوثيين يصدر قرارات متناقضة بإملاءات حوثية في الجانب السياسي وفد أمني حوثي يتوجه إلى السعودية وتصعيد عسكري كبير على الحدود إلى جنوب البلاد العاصمة المؤقتة للبلاد تغرق في الظلام إثر خلل فني في إحدى كبرى المحطات واهتم الموقع برد أحد أعضاء لجنة سياغة الدستور على رفض بحاح لقرارة الرئيس هادي وجاء في التفاصيل قال عضو لجنة سياغة الدستور القاضي أحمد عطية إن القانون ينص على أن أي مسؤول معين بقرار جمهوري أو وزاري لا يمتلك شرعية منفردة وأن شرعيته مستمدة من شرعية من عينه وأشار العطية في أول رد من مسؤول قانوني على بيان بحاح الذي رفض فيه قرار إقالته إلى أن بحاح كان أحد إفرازات اتفاق السلم والشراكة الذي فرضه الحوثي بقوة السلاح عندما قام باجتياح صنعاء بالقوة العسكرية وأوضح القاضي عطية أن اتفاقية السلم والشراكة تعد انقلابا على المبادرة الخليجية وقد تم إلغاؤها من قبل الرئيس هادي شرعية الرئيس هادي قامت من أجلها 14 دولة 14 دولة بينما يأتي اليوم من داخل صفوف الشرعية من ينتقسها لافتا إلى أن هادي سيظل المظلة الوطنية لأي مشروع قادم بدستورية شرعيته النافذة وهنا مشاهدين نتوقف معكم بعد انتهائنا من الصحافة الداخلية ومن ثم نتحول إلى الصحافة العربية ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة المشاهدين نصحبكم الآن في جولة الصحافة العربية الصادرة في أعدادها اليوم والبداية من العرب الجديد حيث عنوان الموقع انتلاق ورشة لتثبيت الهدنة اليمنية اليوم وسط أجواء إيجابية تقول الصحيفة عبر نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن تفاؤل بلاده حيال المفاوضات اليمنية لتحقيق اختراق في الأزمة ووضع حد للحرب مشيرا إلى أن انتلاق ورشة عمل لتثبيت الهدنة المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الجاري وقال جار الله إن بلاده تعمل لإتمام استعداداتها لاستضافة اجتماع الأطراف اليمنية يوم الثامن عشر من إبريل الجاري معربا عن أمله في أن يضع الاجتماع حدا للصراع الذي استنزف الأشقاء في اليمن وفي معالجة الأوضاع الإنسانية للشعب اليمنية وأشار المسؤول الكويتي إلى وصول أطراف يمنية لإجراء ورشة عمل تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار الذي سيعلن عنه في العاشر من الشهر الجاري مبينا أيضا أن الاتحاد الأوروبي يبدل جهدا لإنجاح وتثبيت هذه الورشة التي ستباشر عملها نتحاول إلى صحيفة البيان الإماراتية والتي عنوانا التفاهمات أولية تخفف حدة معارك اليمن تقول الصحيفة في التفاصيل أفضت تفاهمات أولية بين التحالف العربي والحكومة الشرعية من جهة والإنقلابيين من جهة أخرى إلى تراجع حدة المعارك على كل جبهات اليمن أمس تمهيدا لوقف إطلاق النار الشامل في العاشر من الشهر الجاري وتتابع الصحيفة وقال الناطق باسم جماعة الحوث محمد عبد السلام إن جماعته توصلت إلى تفاهمات أولية تفضي إلى وقف شامل للأعمال العسكرية وإلى فتح آفاق واضحة للدخول في الحوار السياسي يمني وتواصل الصحيفة في خبرها جاءت تصريحات المسؤول الحوثي تزامنا مع وصول وفد أمني يمثل المتمردين إلى الرياض لبحث خطة التهدئة وتطرقت الصحيفة إلى الوضع الميدني المتزامن مع المساعي السياسية وتقول وشهدت مختلف جبهات القتال هدوءا باستثناء جبهة الجوف الجوف التي حققت فيها المقاومة تقدما وحررت مواقع جديدة من سيطرة الإنقلابيين واقتصرت جبهة تعز على مناوشات خفيفة دون أن تتطور إلى قتال عنيف كما جرت العادة فيما كثف التحالف العربي من غاراته على مواقع لتنظيم القاعدة في محافظة حضرموت هل اقتربت التسوية السياسية في اليمن؟ تحت هذا العنوان جاءت افتتاحية لصحيفة القدس تحدثت عن تطورات الموقف اليمني وقالت الصحيفة وجود وفد حوتي في السعودية يدل على براغماتية سياسية عالية بين الطرفين غير أنه يدل أيضا على حسم المسار الذي تتجه إليه الأحداث في اليمن بعد سنة من الحرب المفاجئة التي شنها تحالف دولي مكون من عشر دول ضد جماعة الحوتيين والقوات الموالية لرئيس السابق صالح مما فرض معادلة جديدة في اليمن والإقليم إثر اختلالها الكبير مع دخول الحوتيين وقوات صالح إلى العاصمة صنعاء في عام 2014 وصيلائهم على الشرعية اليمنية ترافق ذلك مع قرارات الرئيس اليمني عبدالربو منصور هادي تضمنت إقالة نائبه ورئيس الحكومة خالد بحاح وتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائبا له وأحمد عبيد بن دغر رئيسا للوزراء في إشارة سياسية كبرى إلى الحوتيين وقوات صالح الذين قاموا في 21 سبتمبر 2014 باقتحام مقر الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها علي محسن الأحمر بأن حضوضهم في الانتصار على قوات التحالف الدولي قد انعدمت وأن الطريق الوحيد الموجود أمامهم هو الانخراط في تسوية سياسية تتعامل مع هذا الواقع المستجد والحقيقة أن فشل المشروع السياسي لهذا التحالف الشائك بين أصدقاء تلك اللحظة الذين كانوا أعداء الأمس الحوتيين وصالح كان محتوما منذ لحظة الاستيلاء على صنعاء والتي ابتدأت بتصعيد ميداني على خلفية اقتصادية وسياسية تم تفعيلها لتتحول إلى اشتباكات مسلحة أدت في النهاية إلى الاستيلاء على العاصمة باتجاه الأمور نحو تسوية سياسية يعتدل الميزان العربي والإقليمي من جديد وتتمكن الأطراف السياسية كافة بمن فيها الحوتيون والإخوان من إيجاد مكان لهم في الساحة السياسية اليمنية الكبرى وهو أمر يبعث الأمل في وقف الحرب وآلامها القاسية التي دفع اليمنيون ثمنها تهديما وتهجيرا وقمعا سياسيا واضطرابا إقليميا خطيرا السؤال الكبير سيكون هل يجد صالح مكانا له في هذه التسوية أم ينال عقابه التاريخي الذي يستحقه نتحول إلى صحيفة عكاذ السعودية والتي ركزت على التطورات الأوضاع السياسية وقالت الصحيفة إن السلطات الشرعية اليمنية ستذهب للمشاورات المقبلة بعقول وقلوب منفتحة على الحل العادل الذي يفضي لإنهاء الانقلاب ولإستعادة الدولة من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 22-16 وفي غضون ذلك أكد المبعوث الأممي إلى اليمن أن مشاورات الكويت ستركز على سحب السلاح من الميليشيات الإنقلابية وتسليم المؤسسات والبدء بحوار سياسي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وقال ولد الشيخ في مؤتمر صحفي إن الجماعات الإرهابية استغلت غياب الدولة في عدد من مناطق اليمن مبينا أن إنهاء الحرب سيساعد في مكافحة الإرهاب بدوره أكد نائب مدير مكتب الرئيس اليمني رئيس الفريق الاستشاري الحكومي للمشاورات الدكتور عبدالله العليمي أن لجنة التهدئة والتواصل الحكومية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار قد وصلت أمس إلى الكويت لبدء بعض الترتيبات اللوجستية والفنية وقال العليمي في تصريحات صحفية إن الفريق الحكومي سلم مسودة ملاحظاته حول الورقة المقدمة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه والمتعلقة بترتيبات وقف إطلاق النار بين بلدان الربيع العربي ومجتمعاتها ثمت ما يبدو عاملا مشتركا ربما يمكن الاستفادة منه في تفسير المآلات غير الناجحة التي أفضت إليها تلك الثورات على صعيد إنجازها تحولا ديمقراطيا حقيقيا يفضي إلى التخلص الكامل من الاستبداد وهو الهدف الجوهري الذي قامت تلك الثورات من أجل تحقيقه هكذا بدأ سامر خير أحمد مقاله في العربي الجديد عن الربيع العربي وأضاف الكاتب ذلك العامل المشترك لا يتمحور حول تشابهها في استيلاء العسكر على السلطة فيها منتصف القرن العشرين ثم حكمها بالفرد الملهم ومحاولات التوريث وإنما في الجوهر الثقافي الذي يكاد يكون واحدا في سيرة مجتمعاتها منذ عقد طويلة وأدى إلى إعاقة قيام تنظيمات اجتماعية حقيقية فيها كان وجودها ضروريا لنجاح تلك الثورات فتلك البلدان شهدت منذ أواصط القرن التاسع عشر حراكا اجتماعيا هائلا أساسه الانتقال من الريف إلى المدينة وهمه الانتقال من العمل إلى الحقول إلى العمل في الخدمات وبعض الصناعات في المدن ولما كانت هي بلدانا غير صناعية فإن هذا التكدس البشرية الهائلة في المدن الذي بدى واضحا منذ منتصف القرن العشرين لم يؤدي دورا انتاجيا محمودا إذ عمل المهاجرون في مجالات الخدمات والجيش والأمن والوظائف الحكومية والمشاريع الصغيرة وهكذا لم تتوفر علاقات انتاج يمكن أن تؤثر طبقيا على بنية المجتمع يمكن القول أن هذا الانتقال الكبير هو الذي قاد إلى قيام نوع جديد من السلطة السياسية عنوانه انقلاب العسكر ومن ثم إلى مشاركة فئات جديدة في السلطة هي أساسا التي وفدت حديثا إلى المدن وباتت تشكل أكثرية سكانها هكذا قام الثورات الربيع العربي في لحظة تاريخية فارقة ضاقت فيها الشعوب بالظلم والقهر والاستبداد والتمييز من دون أن تتوفر على صيغ حديثة تنظم بها نفسها لتتمكن من استكمال ثوراتها نحو الحرية والديمقراطية والعدالة فكان طبيعيا أن تتعثر والواقع أن المجتمعات الثائرة لم تفكر يوما بضرورة تنظيم نفسها لأنها ظلت تعلق أحلامها على الفارس المنقذ الذي سيجود به الزمان يوممها أما صحيفة الاتحاد فقد ركزت أيضا على التطورات في المفاوضات السياسية وعنوانات اليمن يدخل الترتيبات اللوجستية لوقف النار يوم الأحد جاء في التفاصيل جدد الرئيس هادي تأكيده على تحقيق السلام الذي يستحقه ويتطلع إليه الشعب لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة والمرتكز على أسس ومرجعيات المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 22-16 تضيف الصحيفة أشاد هادي أيضا خلال لقائه في الرياض سفراء دول مجلس التعاون الخليجي ومبعوث الأمين العام رئيس البعثة لدى اليمن عبد العزيز العويشق بدور دول الخليج الداعم لليمن في مختلف المراحل والظروف مؤكدا عمق العلاقات اليمنية الخليجية التي تعد علاقات مصير استراتيجي وليس تيك تيكي أو مرحلي من خلال اللحمة الواحدة والجوار والمصير المشترك تضيف الصحيفة في شأن متصل إلى ذلك بدأت لجنة التهدئة والتواصل الحكومية اليمنية المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار إجراء الترتيبات اللوجستية والفنية اللازمة لوقف إطلاق النار والمقرر أن يتم الأحد المقبل في العاشر من إبريل مرشح الرئاسة الأمريكية يتملقون إسرائيل ويتجاهلون الفلسطينيين تحت هذا العنوان كتب رئيس المعهد الأمريكي العربي جيمز زغبي ومؤلف الأصوات العربية ماذا يقولون لنا ولماذا يهم مقالا في الواشنطن بوست وقال الكاتب كانت المناسبة برمتها أشبه بتمثيلية أكثر منها بمؤتمر وكان المكان حلبة رياضة بحضور نحو 18 ألف مشاهد وتم عرض المرشحين الذين كانوا على المسرح على شاشات عرض كبيرة معلقة فوق رؤوس المتابعين وواحدا بعد الآخر جعلوهم يهرولون للأداء ووجهوا خطابات متشابهة بشكل ملحوظ لكنها كانت متفاوتة بشكل رئيسي حول سلسلة من الموضوعات المألوفة فقد أعرب جميعهم عن حبهم لإسرائيل وأعربوا عن استعدادهم لتسليح إسرائيل حتى أسنانها وقالوا إنهم لا يثقون بالفلسطينيين واتهموهم بالتحريض وقالوا إنهم يكرهون الأمم المتحدة وسيعارضون أي جهد لفرض عقوبات على إسرائيل سواء من جانب الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حتى مجموعات الطلاب الأمريكية ووعدوا بأن يكونوا أفضل لإسرائيل من الرئيس أوباما وبينما تملق المرشحون إسرائيل بلا خجل أمام جمهورهم المخدوع فإن بياناتهم السياسية ووصفات السياسة التي عرضوها كانت خطيرة ومنفصلة عن الواقع في خطاب بعد الآخر عرض المرشحون الأمريكيون على إسرائيل دعما غير مشروط من خلال استخدام ما أصبحت الآن مصطلحات اعتيادية مثل دعم غير مهتز وغير متردد أو غير قابل للنقد ولم يتضرق أي منهم إلى المعاناة التي يعانيها الفلسطينيون الرازحون تحت نيران الاحتلال وفي الحقيقة لم ترد كلمة احتلال أبدا على ألسنتهم وعندما تم ذكر الفلسطينيين فقد تم اتهامهم بالتحريض والجريمة واتهمت جون كاستش الفلسطينيين بتكريس ثقافة الموت بينما أحيات دي كروز القصة المختلفة القديمة التي تتهم العرب بأنهم يريدون إلقاء إسرائيل في البحر مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقة اليوم من كوشك الصحافة وحتى ألقاكم في حلقة جديدة في أمان الله وحفظه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة